في الوصفة اليوم نحتاج كاستة 240 مليلة خطعمة إكون دافي زائد ملعقة كبيرة خميرة خبز زائد ملعقة كبيرة بودرة حليب زائد زوج ملاع كبار تع سكر زائد سبع ملاع كبار تع زيت ديرو شوية لفاني زائد ملعقة كبيرة تع مازهر نخلطوا كل شيء مع بعض ونضيفو في الفارينة تعنا لان بعد ما خلطوا المكوينة تعنا نضيفو الفارينة حتى نتحصلوا على عجينة متماسيكة كما انا جتني تلت كيسان ونصفارينة تنمو متنشفوهاش بزاف ديفو تلت كيسان وشوفو لتلمتلكم كما هاكا اذا غطوها ونخلوها تخمر بعد ما تخمرنا نجو نقسموها على زوج باش نشكلوا زوج خبزات راح نستعمر الورق تعطى هيبه ما تلسقليش بعد ما نشكلوهم هاكا خبزات كما راكم تشوفون خلوهم تاني عرضوا يخمروا بعد ما يخمرونا نديرو الجران دوف وندخلوهم يطيبو اذا بعد ما طيبنا نقسمو الخبزات تعنا على زوج ونعمروها بلا كريم موسلين انا هنا كريم موسلين ما بغيتش نعود نكرر لغوسات لغوسات تدخلو في القناة التاعي وبعد هذا الفيديو راح تلقوني حطيت لكم لغوسات كمبليت على كريم موسلين قدرتها اختاريت باش نديرها في فيديو وحدها مفصل باش تفهموا كيف تطريقة تحضيرتها حوقع اذا راح تلقوني تاني حاطتها لكم هنا يوم هذه الوصفة في صندوق الوصف نتمنى أن تكونوا فهمتوني قلت لكم أبغيش ندخل لغوسات على كريم موسلين باش مطولش الفيديو لاني قدرتها لكم مقبل اذا دخلوا في القناة التاعي ستلقوني كيفاش خدمت على كريم موسلين فيديو وحده مفصل وقع كما لكم نشوفوا في الصورة عني خدمتها ورهي ماشاء الله وراني ديرتلها لغوت على الكراميل اذا نعمل الخبز التاعنا بلا كريم موسلين ومشوقا نديرو شوية لتاع جولي نديرو شوية جولي ونديرو شوية جولي وهذا هو الشكل منها إتاحة يعني جات ماشاء الله ستخطو فلجناب هذي كلا كريم موسلين يعني جات طحفة وفالا عالة الفوتو نجربو هاد الوصفة ان شاء الله تعجبكم لانها وصفة نجحة وخفيفة وصفة صيفية وما تنسوش روحوا تفرجوا الفيديو تعالى كريم موسلين تعلموا واستفادوا وطبقوا هاد الوصفة وعطوني رأيكم في التعليق وشكر للبنات لا تنسوش شغل يخليكم الوصفة على كريم موسلين في صندوق الوصف خليكم الرابط جوجد دخلوا في صندوق الوصف وكليكم على الرابط تطلع لكم كريم موسلين شوفوها واستفادوا ان شاء الله تعجبكم الوصفة اشتركوا في القناة